السلام عليكم أحياكم اللهم تابعيني معاكم لالد اليوم جيت لكم بخورة لذيذة جدا تعتبر تحلية وفي البعض بيقدمها في الوجبات فتت التمر بالموز لذيذه جدا وبذات لما نضيف لها القشطة والعسل والمكسرات حاجة خرافية وفي قمة اللذاذة تابعوا معايا طريقة عمل فتت الموز أول شيء أن أبدأ فيه العجينة نعجن عجينة صغيرة عشان نجهز فيها الخبز شاستخدم كوب دقيق وكوبين طحين أسمر اللي هو الطحين رقم 2 وأضيفها للرشة ملح وماء للعجن فقط نعجنها مثل خبز الطاوت تقريبا نضيف الماء بالتدريج ونعجنها وتكون عجينة شوية قاسية عشان تكون سهلة أثناء الفرد إضافة الطحين الأسمر بيخلي الخبز ترف أو رطب وما يكونش ناشف وقاسي وفيها البعض بيستخدم التوست أو الخبز اللبناني عشان يعمل فتة التم ويختصر هذا العجينة وفيها البعض كمان بيعملها بخبز الرشوش كله ينفع وكله حسب رغبتكم بس أنا حبيت أديها لكم بالطريقة الأصلية وهذا العجينة بعد ما عجنتها تقريبا 10 دقائق أنجل هائل إلى وعاء وأغطيها ترتاح 10 دقائق عشان نقسمها إلى قطع متساوية ونفردها قسمت العجين وطلعت معايا 5 قطع كوبين طحين وكوب دقيق طلع معايا 5 قطع من خبز الطاوة ممكن تقللوا الكمية وتخلوها كوبين كوب طحين وكوب دقيق حسب الحاجة وكم تحتاجوا تكون فتة التمر نفرد العجينة إلى مستطيل أو مربع ونتهنها بالسمن والزيت أنا استخدمت السمن البلدي مع الزيت تهنت القطعة كامل وعطفتها عشان تطلع معايا بعدين طبقات نفس طريقة الخبز الطاوة أو الخبز المعطف هذه هي طريقة الخبز الطاوة طبعا إذا كانت العجينة قاسية ومتماسكة هتقدروا تتحكموا بالعجين لما تفردوها وتطلع معاكم خبز الطاوة قوي مرتبة وشكلها مربع ويفتح النفس وهذا القطعة الثانية فردتها بنفس الطريقة ودهنتها بالسمن والزيت وعطفتها بنفس الطريقة وكملت باقي العجين بنفس الخطوات طبعا أنا شا استخدم خبزتين أو قطعتين من هذا العجين والباقي ممكن نحتفظ فيه في الفريزر لوقت الخورة أو وقت ما نخور فتة التمر أو فتة موز بنكون اختصرنا نص الوقت وهذا بعد ما انتهيت من فرد كل العجين نغطيهن ونتركهن يرتاحين 10 دقائق ونبدأ نشتغل فيهن أو نبدأ نفردهن ونحمرهن نفرد اول قطعة وحاولوا لما تفردوا القطعة تحافظوا على الشكل المربع بحيث تكون عندكم خبز الطاوة شكلها حالي ومربع هذا اذا ما عتفدوهاش وتخلوها فتوت بس اذا عتكون فتوت عادي ما يهمش الشكل لاني حتكون في الاخير فتوت طيب الان عن جيل التحمير التحمير لخبز الطاوة دائما تكون يدكم فوق خبز الطاوة وتحركوها وتضغطوا عليها من الاطراف والجوانب وكل مكان ما تضرحوش الخبز وخلاص وتتركوها لا اضغطوا عليها وحركوها كثير هذا اذا كان خبز طاوة بس اذا كانت فتوت حركوها وحمروها عادي بسرعة ما حيفركش قوي الشكل وهذا شكل الخبز بعد ما حمرته الان اخلي بس يبرد شوية وابدأ في الفتوت بما انها فتت موز فاحنا عن استخدام الموز عندي ثلاث حبات موز اهرسهم بالشوكة او بالهراسة واجهزهم على جنب وعلى محضرة الطعام شافت الخبز طبعا فتت التمر يفتوها في المقلة ويفحسوها في المقلة بيسموها مفحوسة لانها اصلا مفحوسة في المقلة بس بما ان عندنا ادوات بتسهل علينا هذا العملية او التعب فاحنا عن فتة الخبز داخل محضرة الطعام وبكل سهولة ونضيف كمان التمر على محضرة الطعام او فوق الخبز عشان يتفتت مع الخبز اضافة التمر حسب الرغبة انا اضافت تقريبا 15 تمرة لقطعتين من الخبز نضيف الخبز اللي فتتنا هو التمر على الموز ونخلطهن مع بعض نحاول نخلطهن بالملعقة لما يتجانسين تماما وممكن تفعلوا هذا العملية فوق البوتجاز او على المقلة وتفتوهن مع الموز نضيف للفتوت تقريبا 4 ملاعق سمن بلدي وفتة معروفة اني مليان السمن وعسل ونضيف العسل حسب الكمية اللي تحبوا اضافة العسل حسب رغبتكم انا اضافت تقريبا 4 كوب عسل نخلط العسل مع الفتوت وبتكون جاهزة ونبدأ بالتقديم طبعا نقدمها على المقلة او الحرضة وهي ساخنة جدا ونرتبها ونشكلها على شكل حالي وتكون شكلها مرتب نرش عليها العسل وبعدين نضيف القشطة عليها ونرش عليها العسل والحبة السوداء والمكسرات شوفوا المنظر وتلذذوا صراحة طعمها فضيع ولذيذ جدا واعتبرها وجبة كاملة ما عد يحتاج لا عشاء ولا فطور ولا شيء على كاسب حاجب من الآخر وأكلوها وانتوا بتدعوا لي ان شاء الله تكون فتتة التمر او الفتوت او المعصوبة كثير من المسميات اعجبتكم ونالت رضاكم استودعتكم الله في الفيديوهات الجاية ان شاء الله ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل وصفاتي وانشروا الفيديو لاصدقاءكم عشان يستفيدوا ويطعموا فتتة الموز